تقول أنا مريضة سكر و ضغط و كاليسترول و كيف أصوم و أنا أخذ إبر انسلين أربع مرات في اليوم و حبوب ثلاث مرات و إذا ما أخذت يرتفع السكر و يصير عندي هبوط و شيء من هذا ألقى بل أم جاسم الله يرضى عليك و يبارك فيك و أسأل الله تعالى أن يمنى عليك بالشفى و العافية إذا كنت فعلا يشق عليك الصيام و لا تستطيعين و أنت السكر عندك من الدرجة الأولى لا تصومين الله يرضى عليك الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هذا لمن كان قادر على القضاء أنت الآن مريضة و لذلك أختي الفاضل الله يرضى عليك تنتقلين إلى الإطعام فالإطعام يقوم مقام الصيام كأنك تصومين و لله الحمد كأنك تصومين و لله الحمد فاطمئني مدام الحالة التي ذكرتيها و وصفتيها حالة صعبة يمكن لا قدر الله لو صمتي ممكن يترتب عليك أشياء غير جيدة و لذلك أترك الصيام و انتقلي إلى الإطعام